قالت مصادر إن الأحداث في لبنان عطلت الملفات السياسية العراقية وفي مقدماتها ما طالب إجراء انتخابات مباكرة وبحسب المصادر فأنه قد خفف أو اختفى كليا مطلب نواب وقيادات اتلاف المالكي بالتحقيق في قضية التاجسوس عقب مقتر الأمن العام للحزب اللبناني لكن رئيس اتلاف دولة القانون نوري المالكي يبدو لم يتراجع لكن قد أجل المواجهة حيث لم يظهر في اجتماع الطريق عقده التحرف الشيعي عقب بيان المرجعية عن الأوضاع في لبنان في الثامن والعشرين من أيلول كذلك لم يعد نور زهير المتهم الرئيسي بما يعرف بسرقة القرن في التراند السياسي والأعلامي تراجعت قضية خطوات إلى الخلف حتى أن الأزمة مع حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة مع القضاء لم تلقى أهمية